خروج أو مغادرة التيار الصدري للعملية السياسية هي ليس الأولى ولا ستكون الأخيرة وبالتالي العودة محتملة في أي لحظة نتيجة التطورات السياسية نتيجة التمادي قوى الإطار بتجاهل الأطراف الأخرى بالتأكيد ستكون عودة وتكون عودة قوية ثانيا التيار الصدري تعودنا عليه يعني يكون يعني ما يخلي بيضاتها بسلة وحدة وإنما يعني خطوة يعني تكون عندها يعني مراكز قوى في داخل السلطة ومراكز قوى أيضا في المعارضة وهذا ما حصل في تشرين يعني يعني كان عنده وزراء وكان عنده مدراء عامين وكان ووكلاء وزارة بالإضافة إلى أنه كان في تشرين أيضا يعني وهذا تعودنا عليه بين التيار الصدري يعني عنده مواقفة تكون متوازنة ما بين السلطة والمعارضة الآن طبعا التيار الصدري الآن هو بين القابل وبين الرافض على حكومة السوداني اليوم نحن كمراقبين يعني نتوقع رجوع التيار الصدري أما للشارع بصورة عامة يعتبر وجهة معارضة حاليا لحكومة السوداني وحكومة الإطار أما الموضوع الثاني والموم هو عودته بالحكومة هو طبعا جزء لا يتجزع من الحكومة العراقية من 2003 إلى حد الآن هو مشترك لكل الحكومات سواء كانت حكومات سلبية إيجابية حكومات فاشلة حكومات ناجعة وعن نعرف الحكومات من 2003 إلى حد الآن الحكومة فاشلة لم تنطي طموح للشعب العراقي فالصور أنا من المحتمل رجعوهم بالعملية السياسية وهذا يعتبر انتكاس أو طعنة للتيار الصدري